بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا تنظم جمعية المساعي الحميدة بتمسولت إقليم تارودانت الدورة السادسة للملتقى الوطني والدولي السنوي لتمسولت تحت الشعار وأوثوا بالعهد خدمة للدين والوطن نرحب بجميع الحضور الذين قدموا من داخل أرض الوطن ومن خارجه حدلتم سهلا ونزلتم أهلا وخير ما نفتتح بهذا اللقاء المبارك التبرك بالاستماع إلى آيات بينات عطرة من القرآن العظيم يتلوها على مسامعنا فضيلة الشيخ المقرأ لعيون الكوشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاب نليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجودا واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصيرة فمحونا آية الليل لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان منزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما تزر وازرة وزر أخرى وما منا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وتمهلكنا من القرون من بعد نوح وتفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مدموما مدحورا ومن راد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشهورا صدق الله العظيم